خلينا نتحول لفقرة تانية بقى ونشوف وانتبع مع بعض المتحف المصري اللي موجود في التحرير احنا عارفين انه هو واحد من اهم الوجهات السياحية على مستوى العالم كله وعشان كده كان فيه عمليات تطوير للمتحف كلها مشي بشكل سلس ودوري لغاية ما انتهت المرحلة الاولى من تطوير المتحف صحيح وهذه المرحلة ربما تمت بالتعاون ما بين الاتحاد الاوروبي ومن الجانب المصري ممثلا في المتحف المصري الكبير وده بيأكد على اهتمام الدولة المصرية بالحضارة والسياحة وبالعمل على جذب السائحين والعاشقين والمتيمين بالحضارة المصرية القديمة الجوالات والزيارات السياحية والاسارية اللي بتعرف العالم بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية لا تخلو من زيارة المتحف المصري بالتحرير أحد أقدم وأكبر وأشهر وأعرق المتاحف العالمية وهيفضل من أهم المتاحف المصرية اللي بتهتم بيد دولة بشكل مستمر بدليل أننا بنشهد معاكم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير والحقيقة مرحلة التطوير مليانة بالتفاصيل والمفاجآت الحلوة تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل في عملية التطوير الأولى للمتحف المصري بالتحرير هنا داخل أكبر وأعرق وأشهر المتاحف العالمية المتحف المصري بالتحرير الذي احتفل بانتهاء المرحلة الأولى للتطوير التي تمت بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتتواكب مع أهم المتاحف المصرية والذي جاء بتعاون كبير بين المتحف والاتحاد الأوروبي بمشاركة خمسة متاحف أوروبية كبرى كانت هناك بعض التحديات والاحتياجات الخاصة المطلوبة لعملية التطوير داخل المتحف المصري بالتحرير تمت عملية التطوير بالتعاون بين المتحف المصري بالتحرير وخمس متاحف أخرى تمعزت فكرة التطوير برسم شكل للعرض المتحفي والتطوير المنشود المتحف المصري بالتحرير حقق التطور المنشود منذ بداية افتتاحه عام 1902 وكان المنهج اللي صارت عليه باية المتاحف الهدف الأساسي من التعاون والتطوير بين الخمس متاحف الأوروبية والمتحف المصري بالتحرير هو وضع استراتيجيات التطوير المتاحة سواء في المبنى أو طريقة العرض الخاصة بالتمثيل أو كل ما له علاقة بالتطوير المرحلة الأولى من التطوير شملت 15 قاعة بها عدد كبير من آثار ما قبل الأسرات وقاعات الدولة القديمة والآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر بالإضافة لقاعات كنوز تنيس الحقيقة اللي حضراتكم شايفينه النهاردة دليل قوي على استمرار المتحف المصري بقوة والنحية الثانية هي عادة عرض أو عرض لأول مرة اللي بردية طولها 16 متر لم يتم العصور على مسيل لها من 120 سنة يعني متكلم 120 سنة لم يتم العصور على بردية بهذا الحجم وكون أنها تيجي المتحف المصري ده معناه أن المتحف المصري في عقل ووجدان المجسل الأعلى للأثار وده دليل على أن احنا مستمرين في فتح المتحف المصري أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم تطوير الأول حصل في قاعة توتن خمون إن هي كانت معروضة في القاعة وبعدين تم نقل محتويات القاعة للقاعة المجورة لنا وتم عرض كنوز تنيس على قاعتين هي في البداية ما كانتش معروضة كاملة وهي دي كانت المفاجأة لأن المفروض أن احنا الكنوز تُعرض لأول مرة الملك بسنس في قاعة كاملة وهي بتضاهي تكنوز الملك تطاعة من حيث المحتويات والمقابر والأساس الجنازي بعد كده بقيت المجموعات تأسمت على قاعة تانية خاصة بالملوك والقادة في قاعة المجورة لنا فأصبحت أثار تنيس على قاعتين وممرت كمان فيها بعض الأثار التئيلة أما هذه البردية التي كتب عليها كتاب الموتى تعرض لأول مرة بالمتحف وهي أول بردية تكتشف بأياد مصرية منذ أكثر من مائة عام بمنطقة سقارة تسمى بردية وزيري ون البردية دي الشخص يضع أحمس بيرجع للفترة نهاية العصر المتأخر مع بداية الفترة البطلمية يعني بنتكلم على 2300 سنة عمري تقريبا اسمه ذكر هنا في البردية 260 مرة البردية دي فيها 113 فصل من فصول كتاب الموتى عشان أبسط نقطة يعني إيه كتاب الموتى؟ هي عبارة عن بعض نصوص جنائزية تفيد المتوفى في رحلاته إلى العالم الآخر يتجنب الأهوال وتساعده إلى آخره متأسمة لأربع مراحل وفاة نزول المقبرة ثم الاندماج مع راع ثم المحاكمة ثم يبعث مرة تانية في 113 فصل من فصول كتاب الموتى تطوير هام يؤكد أن المتحف سيظل من أهم المتاحف المصرية في رسالة قوية بأن المتحف المصري بالتحرير لن يموت